لو نعرف الرأي العام اولا ايه اتفاقية الرورو هو الرورو اختصار لكلمة افرنجية رول اون رول اوف يعني السفن بتحمل شاحنات لواري محملة بالبضاعة واللواري دي نفسها على السفينة تنزل السفينة تنزل منها لواري مش البضاعة والبضاعة تبضل في اللواري دي وبعدين بتنزل في دومياط او في برسعيد وبعدين عن طريق البر بتروح البحر الاحمر ومن هناك بتطلع اللواري دي تاني على سفينة تانية وتتيل الخليج ده بدل ما تروح ما تعد من عن طريق قناة السويس بالضبط كده فبالتالي الحزبة اللي حسبناها عندنا في المركز اتضح انه حوالي مليار دولار بتخسرها مصر سنويا لمصلحة شركات النقل التركية المتولية مليار دولار سنويا طب هل فيه اتفاقات ممثلة مع اي من الدول غير تركيا يعني فيه اتفاقات زي دي بينه ومن اي دولة اخرى الحياة لا طب ليه الوضع الشازي ده يعني ايه الاساس القانوني اللي تم الاستناد اليه في إبرامة فانة زي دولة شوف احضرتك هو لو كان مصر بتصدر او بتتمتع بنفس المزايا التركية ما كانش يبقى فيها مشكلة لكن كمان؟ لا يعني لو احنا نفس العبرات دي بنروح مثلا لأسيا الوسطى وبتنقل بنفس السفن ورايحة لأسيا الوسطى بدون رسوم مرور في تركيا فكان ده يبقى الامر سليم لكن هو الحقيقة الاستفادة من جانب واحد والاستفادة من جانب واحد بتخسر مصر المليار دولار دول فوق المليار دولار انو اللواري دي بتنزب على السفن بتمون سولار وبنزين مدعم مدعم في مصر طبعا وبالتالي بتمشي في الطرق بتاعتنا بدون رسوم مرور يعني برا بفي حاجة اسمها طول او رسوم مرور رسوم بوابات حتى دي مش موجودة فهو مش بس بي زي ما بيقولوا بالبلد كيه بيزوغ من قناة السويس ده كمان بيحط بنزين وسولار مدعوم وكمان بيستهلك شبكة الطرق المصرية كل ده مفهوم لو في ميزة سياسية متحقيقة لمصر مقابل ذلك لكن الحقيقة التلت شركات نقل تركية شركتين بالكامل بيملكهم احمد براق اردوغان ابن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والشركة التالتة هو شريك فيها يعني كمان فيها شبهت فساد متعلق بمصالح تركية هو الحقيقة ده عمر يخص تركية انه هو يفترض البرلمان التركي يبحث انه كيف انه سياسة تركية الاقليمية متشابكة ومتقاطعة مع مصالح شخصية الرئيس الوزراء التركي او الحاليا رئيس الجمهورية التركي والتوقيع الاتفاقية كان رئيس الوزراء التركي لكن ده عمر يخص لجنب التركي طب فيما يخص لجنب المصري حقيقة طلعت على ظروف ابرام التفاقية دي مين اللي ابرامها وابرمت امتى وتحت اي ظروف يعني ايه اللي دفع الحكومة المصرية للتوقيع على هذا الاتفاق هو البيع رضي باجت الاتفاقية الكلام كويس لكن التنفيذ هو مين اللي هيستفيده وهنا بقى المشكلة يعني الكلام هو تعاون اقتصادي ونقل البضائع المصرية الى اسواق جديدة في اسيا الوسطى وخلافه بالمقابل نقل البضاعة التركية الى الخليج العربي وظروف الاتفاق هو انه تركيا كان بتمرر صدراتها اللي هي بتقدر بعشرين مليار دولار سنويا الى دول الخليج العربية باللواري بالشحنات دي بالبر عن طريق سوريا مباشرة ومن ثم الى الخليج لكن بعد تدهور العلاقات السورية التركية وقطع العلاقات اصبح امام تركيا حلين لا ثالثة لهم اما عن طريق اسرائيل ثم الاردن ثم دول الخليج او مصر ثم دول الخليج فالحقيقة تركيا بتمشي في الاتجاهي يعني عن طريق اسرائيل مازالت مستمرة وعن طريق مصر كانت ومازالت حتى الان الاتفاقية سارية اللي بتخسر مصر مليار دولار دو